ورجعنا لكم مشاهدينا ومعنا في الستوديو الدكتور أمجد أحمد جبرو أستاذ مساعدة الطب النفسي واللي هنتكلم معاه النهاردة عن اضطراب الشخصية الحدية وهو مرض لاحظنا انتشاره في الفترة الأخيرة مرض مش جديد مهم من الأول مساء الخير يا دكتور صنوا بحضرتك أنا مساء بحضرتك اضطراب الشخصية الحدية يمكن جديد شوية على الناس وأنا عارفة أنه هو مش حاجة جديدة أو حاجة قديمة يمكن زمان ما كناش عارفينه كناش عارفين نشخصه وكناش فاهمله علاج لكن النهاردة بقى انا قاعدة معاك واشا نعرف يعني ايه اضطراب الشخصية الحدية لأن أنا حاسة أن أنا عندي الاضطراب ده وحاسة للناس كلها اللي حوالي عندهم الاضطراب ده كلام حضرتك مهم جدا خاصة أن يمكن الناس لما بتسمع بعض الأعراض النفسية أو بعض العلامات بتبتدأت طباقها على نفسها لكن خلينا نقول ان الاضطراب الشخصية الحدية هو اضطراب من دون الاضطرابات المعروفة عندنا في الاضطرابات النفسية الموجودة احنا عندنا المرضى بتوعنا بنقسمهم لتلات مجموعات او المجموعة اللي هي مجموعة العصبيين ودول الناس اللي بيكون عندهم مشاكل القلق او الخوف او التوتر وبيجونا العياد عشان يشتوكم المشاكل دي هو في حد في البلد مش عصبي ايه جماعة في حد عندكم مش عصبي يعني الناس اللي في البيت في حد عندكم في البلد مش عصبي يعني دي بالنسبة لجديدة انا كل اللي عرفهم عصبيين بما فيهم انا فده فعلاً بيكون شائع جداً للطرابات القلق والتوتر والاكتئاب واللي حضرتك عارفها يبقى أول حاجة الناس العصبيين المجموعة الثانية اللي عندنا اللي هي الناس اللي عندهم الطراب زهاني اللي هو الطراب عقلي وده بيأثر على سلوك الشخص وتفكيره والمجموعة الثالثة اللي هي حضرتك بتتكلم عنها النهاردة اللي هي مجموعة الطرابات الشخصية وده مجموعة كبيرة جداً بيتتأسم لأكتر من ثلاث مجموعة أحد المجموعات بيتضمن تحتها مجموعة الاضطراب الشخصية الحدية طيب استنين يا دكتور بسعد يعني عشان إيه ما تهشي منك نساء الموضوع بالنسبة للناس نساء الموضوع اضطرابات الشخصية الحدية أيوة كلمة حدية يعني إحنا نقول الشخصية الحدة أنا في البداية يعني أول ما بطلنا حضر للموضوع عجبني الاضطرابات دي من مود لمود طيب أنا بلاقي نفسي من مود لمود فجأة بقى أيما مبسوطة جدا بعد ساعتين ثلاثة بقى واحدة تانية خالص ممكن أصلا بقى نايمة كويسة جدا أصحى شخصية ثالثة خالص حاجة كمان الواحد ما بقاش عنده خلق إحنا بنقولها كده بالعامي هو أنا مالي هو أنا من أقل كلمة ممكن أزعل وممكن أتوتر وممكن أعيط فأنا بحس إنه ممكن عشان بس فيه شوية ضغط في الوقت ده لكن ممكن يكون الشخصية حدية زي ما حضرتك قلت في الوقت ده تمام هي فعلا المشكلة اللي بيتقابل الشخصية الحدية هو عدم السبات عدم السبات في الحالة المزاجية عدم السبات في العلاقات عدم السبات في إحساسها بنفسها في الهوية بنفسها عدم السبات في السلوك الاندفاعية اللي موجودة لطول الوقت إحنا اللي بيميز عندنا في الشخصية الحدية إن هي أغلب الوقت عندها وأغلب تصرفاتها فيها مشاكل بمعنى إيه؟ إن الشخص بيلاحظ إنه عنده إنه ما عنده السبات تجاه الشخص هو جايب منين فكرة اللغبطة أو الحدة في المفعلات إن الأشخاص دول بيكونوا حساسين جدا كما حضرتك قلت وما فعلا عندهم كان المشاعر عندهم عاملة زي الدرس اللي متعرك زي العصب اللي متعرك كده فكل ما يلمس حاجة يتأثر جامد قوي والحساسية بتاعته تبقى مفرطة فلما يزعل يزعل جامد قوي ولما يتبسط يتبسط جامد قوي فما عندهش حتة يعني إيه منطقة الرمضية مش موجودة وعنده لا بيد لا سود لا بحبك لا بكرهك لا أنت حلو قوي لا أنت وحش قوي فده الإكستريمز اللي هو بيروح عندها وطول الوقت متطرف تجاه النحيتين وعلى فكرة الإحساس ده بيتعب البني قدمي يعني لو شخصية بيفرح قوي 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 ولما كلمة ممكن يزعل وبعدين ممكن زعل الشخص ده ما يبقى الساعة ولا ساعتين لا ده ممكن يبقى زعل بالشهور بنلاقي ناس زعلانا من أهلها مثلا ومقطعينهم بالشهور بسبب كلمة بالضبط فهو بأحساسه عميق جدا إنه هو كمان حاسس إنه هو مرفوض ومعنده السبات فإحساسه ببقى تقديره النفس يبقى متدني جدا وده بيخليه طول الوقت يتورط في علاقات يبقى عايز يمسك في الأشخاص اللي قدامه وخايف إن حد يسيبه أو حد يهجره أو خايف من الفاقد دي تاني وقدام ده الشخص ده ممكن ينخرط أو يورد نفسه في مشاكل عاطفية أو مادية أو سلوكية أو علاقات خطرة تبقى بالنسبة له مؤزية لمجرد إنه يحتفظ بالشخص اللي قدامه لأنه هو الأساس عنده في التعلق يعني الأساس عنده فيه إنه هو طول الوقت خايف إنه اللي قدامه يسيبه ويمشي وده بتبقى جاية نتيجة خبرات في الطفولة المبكرة يعني منشأ الشخصية دي أو الطرابها فيها جزء منه موروس وجزء البيئة أو التنشئة اللي هو عاش فيها دعمت الأنبيفلنس ده السنائية تجاه الشيء بس يا دكتور أحمد يعني ما فيش حد بيحب حد غير لما بيكون خايف إنه هو يمشي ويسيبه أب الزبط يعني سواء ست سواء راجل صح ولا إيه بس عامل حدود بيني وبين الآخر أنا لازم أفرق بقى إلا إن أي قصص حب يبقى الست خايفة تسيب الراجل أو هو يسيبها ويمشي وهو نفس الحكاية بيبقى دايما خايف إن الست ممكن تنفاصل عنه وتمشي فده إحساس طبيعي ولا ده مش طبيعي لا إحساس طبيعي ويخليني أعمل حدود لها وحدود اللي قدامي في العلاقة موسيقى